أهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعلكم بمقطع جديدة ومقطع زلهاب وفي مقطع اليوم كالعادة رح نشوف جرعتنا الأسبوعية واليومية من أخبار روكستار جيمز وجيهة اي سيكس والعاب روكستار جيمز الأخرى واليوم عندنا مجموعة من الأخبار الشيقة والحزينة في نفس الوقت لذلك يربطوا لحظة ما وخلنا خش سويا في المقطع طيب زي ما تعرفون مؤخرا فورتنايت أصدرت بشكل رسمي طور الكرياتف الجزء الثاني أو كرياتف تو وفي قدموا أدوات أقوى وأفضل على محرك الأنريل إنجين 5 تتيح للعبين صنع وتطوير ما يحلو لهم داخل الكرياتف بكل قوة وبالجودة المطلوبة ولما توفر للعبين شيء زي كذا رح يبدعون ويتجاوزون حدودهم وهذا اللي صار فعلا محبين سلسلة جي تي اي قاموا بتصميم حارة الجروف ستريت على محرك الأنريل إنجين 5 وواضح لكم جودة الشغل شيء كبير ومحترم وجرافيكس تاريخي انعكاسات أضواء جرافيكس كلها كلها قوية زي ما تشوفون أتوقع الكثير مننا كان متخيل جي تي اي ذا ترولوجي ديفينتي في ديشن إنها تكون بنفس الجودة لكن كلنا نعرف على إيش حصلنا من روكستار جيمز ومن غروف ستريت جيمز تحديدا لذلك كم تقييمكم من خمسة لماب غروف ستريت في فورتنايت وقفوا المقطع وكتبوا الإجاباتكم في خارة التعليقات طبعا المبدعين كثير ونعم ما يكتفوا هنا فقط بإنشاء غروف ستريت في فورتنايت أحدهم قام بتصميم طريقة التبديل بين الشخصيات حق جي تي اي في في فورتنايت الكرياتيف 2 إبداع إبداع بشكل ما تتخيلوا متخيلين إنه زي كذا أشياء موجودة في فورتنايت فقط ومحركها الجديدة طبعا أتوقع أننا تون في البداية وفي الفترة القادمة رح نشوف مشاريع أكبر وأكبر وأقوى بكل تأكيد فإن شاء الله أي شيء له علاقة بروكستار ينزل على كرياتيف 2 رح أذكركم بي وأعرض لكمي ونشوفه سويا أوكي زي ما تعرفون في سبتمبر 2022 صار تقريبا أكبر تهكير وتسريب في تاريخ الألعاب وفيه تم تسريب 90 فيديو لجي تي اي سيكس ومراحل تطويرها الأولية ومن هذه التسريبات أخذنا فكرة عامة كبيرة عن جي تي اي سيكس وأساساتها ومنذ ذلك الحين لحد بداية 2023 وروكستار أي واحد ينزل تسريبات في أي برنامج من مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة يحذف مهما كان مدة الفيديو أو حتى إذا كانت صورة رح يحذف رح يحذف لكن منذ بداية 2023 روكستار بدأت تهدي اللعب وصارت ما تحذف المنشورات اللي لها علاقة بجي تي اي سيكس وتحديدا التسريبات لذلك الفترة الماضية أتوقع كلكم شفتوا تسريبات جي تي اي سيكس في كل مكان وتحسها موجودة بكثرة السبب لأن روكستار نفسها هجدت ومعت صارت تحذف لكن مع بداية شهر مارس 2023 روكستار عادت من جديد وبقوة وعادت تضرب بيد من حديد وكل تسريب موجود كان من كان في أي موقع التواصل الاجتماعي كان مباشرة يحذف يخذاف ورجعوا بنفس الطريقة لكن هذه المرة أقوى بل أنه ريدت جي تي اي سيكس في موقع ريدت الكبير جاتوا روكستار ولحظت أنه في له الكثير من التسريبات وينشر فيه الكثير من فيديوهات جي تي اي سيكس المصربة لذلك مباشرة أرسلوا دي ام سي اي وتحذير لملاك ريدت جي تي اي سيكس يحذرونهم أنه لو استمر هذا الوضع راح ترفع عليكم قضية ونتقابل في المحاكم ومن هذا الكلام لذلك ملاك ريدت جي تي اي سيكس نشروا هذا الكلام وفيه يقولوا أنه أي شخص ينشر على جي تي اي سيكس أو تسريبات جي تي اي سيكس راح يحذف ويبند من الريدت كامل طبعا السؤال الأهم ليش روكستار تحديدا الآن رجعت تحذف الفيديوهات بهذه القوة طبعا هناك عدة تفسيرات وتحديدا خلونا نقول تفسيرين التفسير الأول لأنه من حقهم من حقهم ما يبغون الناس يشوفون جي تي اي سيكس أكثر لعبة منتظرة في تاريخهم وهي في هذه المرحلة والناس تاخذ فكرة سيئة عنها طبعا التفسير الثاني هو أنهم يتجهزون لشيء لو تفتكرون لما قرب إعلان جي تي اي ذات رولي جي فينتي فيديشن المحسنة روكستار كانت تحذف أي شيء يشابه المشروع سواء مودات أجزاء كل شيء يشابه مشروع جي تي اي ذات رولي جي فينتي فيديشن كان يحذف طبعا البعض يتوقع أنه نفس الأمر قاعد يصير الآن بسبب قرب إعلان جي تي اي سيكس لذلك روكستار بدأت في حذف كل شيء مشابه غير رسمي لمشروع جي تي اي سيكس واللي ممكن يختلط ويسبب لخبطة مع الشيء الرسمي روكستار بكل بساطة يبغون لما الواحد يبحث عن جي تي اي سيكس يطلع في وجهه الشيء الرسمي وليس التسريب لذلك هم عادوا من جديد للحذف بهذه القوة فسؤال هل تتوقعون إعلان جي تي اي سيكس فعلا قرب لذلك روكستار بدأت بالتحرك بهذا الشكل شاركونا أراءكم في خانة التعليقات آخر موضوع عندنا رح يكون متى رح يوقف دعم جي تي اي اولاين على أجهزة الجيل الماضي البي اس فور والاكس بوكس وان طبعا الأمر يعتمد على سبب رئيسي واحد وهو مدى توفر أجهزة الجيل الجديد البي اس فايف والاكس بوكس سيريس اكس والاس في الأسواق كل ما أصبحت متوفرة كل ما أصبح يقاف دعم جي تي اي اولاين الجيل الماضي أقرب وكل ما قال توفرها كل ما أصبح يقاف دعم جي تي اي اولاين الجيل الماضي أبعاد ونظرا إلى توفر أجهزة الجيل الجديد حاليا في جميع المحلات فيبدو أن إيقاف الدعم أقرب مما نتخيل ممكن ما نطلع من 2024 إلا ودعم جي تي اي اولاين موقف طيب يا صالح إيش معنى إيقاف الدعم هل هو إغلاق السيرفرات مثلا الإجابة لا إيقاف الدعم يعني أن التحديثات الجديدة ما تنزل عليها بمعنى كل تحديث جديد لجي تي اي اولاين رح يتصير يتوفر فقط للبي اس فايف والإكس بوك سيريس اكس والإيس حقين الجيل الماضي نعم سيرفراتهم شغالة وكل شي نزل لهم سابقا رح يبقى موجودة لكن الإشكالية أن التحديثات الجديدة ما تجيهم هذا هو معنى إيقاف الدعم فسؤال هل إيقاف دعم جي تي اي اولاين الجيل الماضي خطوة موفقة من روكستار أو إنهم يستعجلوا فيه شاركونا في خانة التعليقات أما الآن مع فقرة العشوائيات دوتش فاك بث في التيك توك وجايب أمكل معاه يسوي حركات نصكم عشان يضمان الإكس بلور روكستار أول ما تنزل جي تي اي ساكس ريدد ريديمشين تو رح يصير عمرها خمس سنوات اكتوبر القادمة ومنذ 2018 إلى الآن ما في أي لعبة نزلت ووصلت لمستواها جوتز فيزيائية جي تي اي فور لكن مع الكثير من البهارات لو القرار بيدك هل تبدأ مشروع تطوير ريديد ريديمشن ثري أو لا؟ سؤال كم عرفت شخصية من الصورة الظاهرة لكم الآن؟ عن نفسي 35 إذا كانت الإجابة جي تي اي فور إيش رح يكون السؤال؟ سي جي قدر صراحة وما عنده نزاها شوفوا معاي وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شوفنا أخر أخبار روكستار جيمز وتحركاتهم الأخيرة شاركونا أراكم في قناة التعليقات على جميع النقاط اللي شاركناكم إياها تبقي الصين معاكم من نهاية المقطع لا تعرمون من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم اشتركوا في القناة